أبدأ من عندك سيد الشمري إذن تتعلم الأخبار متسارعة هذه الأيام كانت أيضا هناك قمة السبع اليوم هناك قمة الناتو التي هي بحسب الجانب الأمريكي وتصريحات البيت الأبيض ستكون تاريخية ومواقف دعم غربية للجانب الأمريكي بدأناها ببيان لقمة الناتو قبل قليل يتحدث بدعم أوكرانية حتى تسترد كامل أراضيها غير منقوصة ما هي القراءة الأولية اليوم لهذا الدعم الكبير الغربي اليوم من خلال هذه القمم اليوم في مدريد أو حتى في قمة السبع المتابع لما يجري الآن في مدريد في القمة قمة الناتو التي تعقد في إسبانيا نعم يلاحظ أن الناتو بدأ يجري تعديلات على الستراتيجية العامة للحلف إضافة إلى اتباع بعض التكتيكات الجديدة الناتو يعني وضع روسيا عدو مباشر واتخذ قراره يعني أعضاء الحلف يرون أنه لابد من هزيمة روسيا في هذه الحرب لن يعطى أي شيء لبوتين حتى لو يكون هناك مفاوضات فعلى روسيا أن ترجع كل الأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا إليها الناتو حسم أمره بالوقوف صفاً واحداً ضد روسيا مهما كانت النتائج الحرب الروسية على أوكرانيا الغرب لن يتساهل في هذا الأمر على بوتين أن يفهم أعتقد أوصلوا لرسالة أنه يجب أن تفهم أن الناتو قوة واحدة قبول عضوية فنلندا والسويد وحل الإشكال مع تروكيا العضو في الحلف نعم يعطي رسالة للروس أنه الناتو جاد في تطويق روسيا لكن سيد الشمري ما هي أبرز حدث لفت انتباهك في هذا القمة؟ نقطة مهمة جداً قبل صدور البيان الختامي للناتو نعم روسيا أصدرت بيان تقول أنه إذا تم الهجوم على القرم فهذا يعني حرب عالمية حرب عالمية ثالثة طبعاً هم يعلمون أنه الناتو لن يسمح لهم بأن يبقوا قواتهم في أي منطقة أوكرانية حتى القرم اللي استولوا عليها وضموها إلى روسيا قبل الهجوم على أوكرانية حتى هذا يجب أن ترجع إلى أوكرانية إضافة إلى دخول دول من خارج الحلف على خط الحلف كاليابان وإستراليا ونيوزلندا وكوريا الجنو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر